شباب صبايا أهلا وسهلا فيكم اليوم أريد أحكي لكم على أهم هاردسك تستعمله كلمال تخزن في ملفات تنقل في ملفات من الكمبيوتر للهاردسك من الآيباد للهاردسك لا تنسوني بدعمكم بلايك سبسكرايب إذا لديك أي كومنت ترقليها تحت دعونا نبدأ الموضوع بهذا الهاردسك من سامسونج هذا الهاردسك من سامسونج من أجمل هاردسكات ومن أقواهم هذا الهاردسك اسمه سامسونج X5 فهذا هو Portable SSD X5 كما ترون شكله يضعون هذا الشعار الذي يقول لك أنه أنا Thunderbolt 3 لكي تعرف أنه مع الأجهزة التي تشغل عليها Thunderbolt 3 أهم شيء مهمة في هذه القصة هي عملية نقل المعلومات نقل المعلومات المسمية Sequential Read يعني أنت بتكتب على الهاردسك وبتقرأ من الهاردسك Sequential Read هي عملية القراءة 2800 ميجا بايت وعام نحكي على Sequential Read هي 2300 ميجا بايت وعام نحكي على الهاردسك وعندك فيديوهات وعندك فيديوهات 6 جيجا بايت 10 جيجا بايت 12 جيجا بايت ففيك تنقل المعلومات بشكل كتير سريع بهذا الهاردسك فأنا بنصح بهذا الهاردسك لأنه عن جد رائع وتذكر أنه هذا الجهاز يجب عليها الحرارة التي تسحب الحرارة وتجعله 45 ديجري سلسيس وعام نحكي على المهمة هي 2 متر دروب إذا واقع منك من علو ارتفاع مترين لا يحدث له شيء الجهاز وعام نحكي على 256 بيت انكريبشن وعندك 3 عام على هذا الجهاز وعندك تذكر شغلة كتير مهمة وهي موضوع إذا تستعمل هذا الجهاز باوتو وبطريقة حلوة لازم تنزل الصفتوير تعولي فور ويندوز إذا لديك فور ماك فهؤل هم الصفتوير فأنا بنصحكم بهذا الجهاز إذا لديك صور عندك فيديوهات نصيحة رائع جدا بالنسبة للسعر 349 للوين تيرابايت و 599 للتو جيجابايت فهذه هي شكرا كتير لكل شخص لا تنسوا نبدعمكم بلايك و سبسكرايب وإذا لديك أي كمان تكلياتي حتى تعطيكم العافية وسلام